أباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستخذو على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فقال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنب خيل شمس أسكنوا في الصلاة فأشعر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه إلى لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وتسلماته عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يتكبرات شهي أفريكاتي بيثكتاتا يوج بيالا تشبت هنا تشوف يا مسلم حديث وجين بمتبا بكلا يمتقنيو واندم هتوج زاري مننا سابت حديث سمنت متو أربا سدستا يا حديث لينو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت كيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يرها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان أبيسة بن ذعيب يسألها عن الحديث فحدثت به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعسمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية سورة الطلاق قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقت لها إذا لم تكن حاملة فعلى ما تحبسونها سبحان الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبو عمر بن حفص بن المغيرة أبو عمر بن بالو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بن تكايسين عند فتش نباراتيك الرات سوستن يا فتش مالتنو عندو عن فتش شكر سلاتنا با ملك تلاك اللات وعمر لها الحارث ابن هشام وعياش ابن ربيع بنفقت السوء قالب يا لبات مسلوت لحارث ابن هشام لم يبالو زمدو عياش ابن عبي ربيع لم يبالو زمدوه لتاة جونم قالب ستقول لن عدا متكوت ربات بلو لكن النسو من الوات فقالا لها والله ما لكنا فقاه الله أن تكوني حاملا كالب سيطو بلولان ارغز كالهون شبستكر كالب يلشم الوات اندي نبي يقار عليه الصلاة والسلام هادة جنا يالوتن نهجر جاتجو بالابيت يا ابو عمر سوستن يوم فتفتاين يسو قادر نجوش عارس ابن هشامنا عياش ابن رابيعة ابن عبي رابيعة كالب يزولين ماتو نفك اي الليش مسايوان سأبتالي سوكنا ونو ونانتا قارو هن ياري لم يماتش عدساو ست لاتشو عاي اندى سوال الليم بتا درقو كالب يهني هال قبسي هني هال سندي هني هال منها من ستو شال يهم على نب برش محامي الكال هون شي لك نبیم عليه الصلاة والسلام لا نفك قطع لك او لك ناجوك اللي بي الليشم تا دي اندى جاك هون اما بو تالي لك اكا يا رسول الله فك ادو الله او لك ايكي او لك نبیم عليه الصلاة والسلام هناك من أحد يمكنك إزالة الوحيدة وسأسألت الأشخاص بأحساس وإنما يمكن بأس المدينة فهو يمكنك إزالة الوحيدة بإنه للأسفل فهو كانت أخير وعنما المعنية يمكنك إزالة الوحيدة وكيف يمكنك أن يكون إصلاح الحكم يمكنك إزالة الوحيدة ونفتح ويستطيع الظروف ويستطيع الحاجة سيدة سيدة اくلrudد كما يتchen إذا سمعت أذا سمعت مهابيه مهابيه صحيح كانوا سيكون جميعا الأولى أيخos لم يكن أساة 실제로 engineers الآخرين أعطيت من المرضى أنه أدمر ولكن ربنا نفسه وهو يستمر هذا بشكله وكل الآن قديم الضترق وكل من يبني هذا كله ويل يبني كله يبني لن يجب على أن يدرع الله على المساعدة على سبيل ذايد الله على الأساس ويقال على مرنى من أصبحت ويقال على صفتح الأحكم يجب أن تتعليك ويقال على المساعدة يجب أن تتعليك ويقال على أصبحتنا فما يكون الجدد من نفس المساعدة في التاريخ يستمرون التواتق هذا يقول كيف يحصل على المساعدة؟ يقول بأن يقبلون في الواقع سما يقول بينكم القرآن يقول أنه يكون هناك القرآن يفرد سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة يمي لوكو مراجعة لها اللات سيتنا ويمما لا سجل لها اللات نعو كصوص بوها مني فتران لنانو صوص كتفتاوها مني فتران لنانو مني فتران لنانو ان دي تكالب اللاتم حاملا لانا فقتلها إذا لم تكن حاملا كالاتشو بوهالا فعلا ما تحبسونها لمن ولاتشو تادياتها تقولها تالاتشو هاليك يمن تكتبت وأنه مكنية من هنا فعلى ما تحبسونها عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت كيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طلقها زوجها ألبتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أمي مكتوم شعبيم فاطمة بنت كيسي قر حج نبي صلى الله عليه وسلم اندئتنا بري فردو لشبيت عيجات بالي يمج الرشاون فتشفتانينا كسبائين سهون نبي يقر واس جك الساسكوين كألا بنا منواريا عالي ويس كم عداس كم بچ الرسل نبي صلى الله عليه وسلم منواريا مالارا قلن يم كألا بنا مالانورون يم عندهم عبدالله بن أمي مكتوم قارا حجنا وطاري زمدشنا والسقارا بوزيباك كلاي نسو قرنا وآشتك ريشن بلا ونهال بازينا اقلاق غلون دخلنا على فاطمة بنت كيس الال باله لا رواية فأتحافتنا برطب بن طاب رطب بن طاب يم مبال مقبن ستتشن وسكتنا سويكا سلتن سلت يم مبال مقبن تنم معنو بسوا أتتتشن فسألتها للمطلقة ثلاثة نأينا تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذين للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتد في أهلي وفي روايتنا نبي إسحاق كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم تلق ومدينة مسجد الله يكو ينبر ومعانا الشعبي شعبي يابر ينبر فحدث الشعبي بحديث فاطمة بن تكيس فاطمة بن تكيس وستون تفتح جيب يتساوط شقار عندك وطر فقدو اللي نيال بلو أورطو نيال بلو شعبي سيناقر أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به أفرعنا السالنافيت الرجع يا شعبي الأسود أسود بن يزيد فقال ويلك تحدث بمثل هذا يهني مسألة وريتها وراء الله قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظة أمنسية رستايهن باتك كل أستوسايهن بما أناك أو ملكو يا الله قرآن إنه رسول سنان توم لها السكنا ونفقه كألة بمعاللات كألة بمعاللات منواري عن معاللات إلى اللو عمر قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينا سورة الطلاق عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بن تكيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا سمعت فاطمة بن تكيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني ستش أرشي نقارين فآذنته نقر قاتشو فخطبها معاوية وأبو جهمن وأسامة نزيدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب دهانوس معاوية لا مال له وأما أبو جهمن فرجل ضراب للنساء أبو جهمن دموتها ما شنو ولكن أسامة أسامة نزيد الشال 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 لانو فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة بلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طواعة الله وطواعة رسوله خير لك تعززنا ملكتان يوم متززز يتشاله شنو ولوان تزازنا وكان يان دمالتنا فقالت فتزوجته قالات شما بيا قباهون فاختبطتو بدعمت هده السجان لهوني أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة بن عياش في رواية بل إلى رواية أدمه أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي عياش بن أبي ربيعة ناسزوه فتشل كلي فتشل لبنو كالسقراء عمستقونا تمر عمستقونا قبز عمدت نفك هبتشانو يالين انان تبيت عدال قطرن بيت عيقوت قال لا قالت فشددت علي ثيابي لبسيان عدسار كون نبيو قار هر كون سنت فتاش قالوي نبيو صلى الله عليه وسلم صوص تالقوات إذن عياش بن أبي ربيعة ينقرش تككلنا وقالوي فإذا انقضت عدتك فآذينيني عداش نسج أرس اعتدي في بيت ابني عمي كابني أمي مكتوم فإنه ضرير البصر أي نعايم تلك ثوبكي عنده لبس ما ولقتش ياللش سج أرشي إداشي سج أرشي ناي آلوين ينا سج أرس خطاب كالناس مهاكل معاوياننا أبو جهم أسامة آتشو ننا متشنا نبيونا قاركواتش معاويان دهانو آلوين خفيف الحال نو جهم دمو أبو الجهم دمو بس يتلاي هاي لينيانو ويمي تماشنو قل أسامة بن زيد عنده عملت أشالوين كنت عنده أبي عمر بن حفص بن المغيرا فخرج في غزوتي نجران بل إلى رواية دمو أبو عمر ابن حفص بن المغيرا قان أببر كونينا نجران لاي هدا يا نجران زمت قان أببر علي قارا وزادة قالت فتزوجته أسامة أنا قبهن فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد بابن زيد ستو الله أكبرين أعلى أكعين ابن زيد يمسل بال الله ستعين ابن زيد مالت أسامة ابن زيد مالت أن عروة عن فاطمة بنت كيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يكتاحما علي قال فأمرها فتحولت باليس وستنفت يال إدابة شامة طرع الفلق واندواج لجفرني واندواج لجفرني واندواج لجفرني واندواج لجفرني فقوم بتطهن واندواج لجفرني حديث فاخترا لا تضغب ومع تلك المعيشة، فإنه يجب أن يكون محيشة للتصوير، ونحن يكون هناك فإنه يجب أن يكون محيشة. إذن فتح أن يسوى أن يسوى أن يسوى تحديث الحديث في المحيشة. وهذا حكمته كانت في حكم وهو صحابته يقولون أن يسوى أن يكون محيشة في محيشة الحديث في العالم الأول، على هذا الرقوط مقت يلم لكن هقو نبيه صلى الله عليه وسلم لها نفق أتلكينو نفق أي اللات معتدى هوني سيت بوطوان لتكأيرم تشلال لشنو بابو خج جوازي خروج المعتدات البائني والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها المعتدت من البائي من الطلاق البائي مالتنو يمجرشا فيتشي كهونا صوستو انت تفتا ويم صوستي يون تفتا يمتكو أترسيت موطاة يمفكر الله سلمو هونون باوا يموتبات سيتم كأن لاي لهونا حاجا وطاة ممالس يمتكو المهونون يم يساي حديثنا من نيو عن جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدكي أو تفعلي معروفا جابر بن عبد الله يناتي هيت تفتا تمروان لتكورت فلغا ستا سبعا سويا هنا اللي تفتاش إدا ساتش إرشي لمنتو أجعلش بلوتك وطا نبي يغار عليه الصلاة والسلام هدا اندي ها سبيا نبرا منتو لنيا اللو ستلاح جو بلى أرى اندي تا قراج انجي هجنا انتن لقمي فإنكي عسى أن تصدكي أو تفعلي معروفا بزيه بمثلك موتمر صدق على السجئي ملكام نقر لسري تسفا سلمي الدرق سلمي كجل أتك لك كي مالوات باب وجوب الإحداد في عدة الوفاء وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام إحداد يعو الإحداد هو ترك أنواع الزينة يجيت أين توتشن هلو متو معلتنو يجيت أين توتشن هلو متو قد يتاسلمه هنو يموتباسية إداست قدر تحريمه إحداد حرام صلى الله عليه وسلم و هنرمه في غير ذلك كإجة الوفاة والجبع اللون إلا ثلاثة أيام سوسك أنسكر عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله و رسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها وفي رواية عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هديث الليث وابن دينار وزادا وزادا لو وزادا فإنها تحد عليها أربعة عشهر وعشرة صفية بنت أبي عبيد حدثتهم عن حفصة أو عن عائشة حدثتهم أنها سمعت حفصة أو عائشة أو عن كلتهم ويكه كولت تجون سمت جاله من يمين لبي صلى الله عليه وسلم انجسل سمت جاله لا يحل لامرأة تؤمن بالله لوم الآخر با الله بمجر شاك أن يمت تامن سيت أيفكة للات أو تؤمن بالله و رسوله با الله بمالغتن يمت تامن سيت أيفكة للات أن تحد على لا ميت بمتلاي ما زنوان فوق ثلاثة أيام تصوص كم بلي إلا على زوجها ببالو على إنجي ببالو على إنجي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم يهننو ليثن يبنو دينار حديثي يمي مسل يلا ينجيون حديث مالتنو مجر شاكة لامنالو فإنها تحد عليه أربعة أشهر و عشرة أربعة أشهر و عشرة مباشرة تحرير كثير من هناك هذه المالتة موزات موتها تحرير كثير من يخطر انها مطرحة جديدة إذا كان يستعمل خطر إذا كان لعبات هذا الفصل وطور أستعمل كثيرا لا يستعمل مع السلاسة اجنبي take it معي يجيتنا بسسوان مياس وباتنا لقابتشا وندوتشوا لأيك الباتشون للتارف ميا راقات النقر ملبس يلا باتنا بيانا قروات بازي قد يلايه لتواي اي قباتنا يهنو يعلم ان تحدى اي تقطع ان تجدى ثمرتها فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم او تفعلي معروفا ان تجد المرسلات وكيف تتوين اي قبل سيارة سيارة اي عيضا ودهبت اي تدار اي 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 عيضات اي راسي اي مرسلات اي اي او تشمت او ناو نحن ان نغونا سيارة اي 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 فترة اي 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 ما لنا او هن منو نقف او الدولي تقابل صلى الله عليه وسلم ويقوم بإلتقاء المسجدين إنه يقوم بإلتقاء الدرس ويقوم بإلتقاء الدرس وإنه يقوم بإلتقاء الدرس يجب أن يقوم أولاد يجزاكم الله خيراً اجتب هذا الرسال شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي وقال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنب خيل شمس اسكنوا في الصلاة قال شر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم إذن كارفت بوهلات من لسنال كارفت بوهلات اللوتم هرتاجين كتاب اللعاني جمرا كتاب اللعان يا مرقاقم ملاعنا ميبالو ارسورسو ملعنا مرقاقم ما نننامان بالننامشت من سكسات سي على التمام منسلوس ورأسات جو سي التمام منا عندها اتشات الله بلو بس طالعي هنا نقار يازكن سيل كتاب اللعان بدن بمقراتي أسفل قال ماذي قد إلهي ما لاتنو كتاب اللعان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعينين في امرتي مسعب ايفرق بينهما قال فما دريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذلي قال انه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل والله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش بردعة متوسد وسادة حش وهليف قلت وابو عبد الرحمن المتلاعنان ايفرقوا بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلانون فلان قال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احد امرأته على فاحشة كيف يصنعوا ان تكلم تكلم بأمر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهد اربع شهادات بالله فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين من ان دعاها من ان دعاها يتعبق قال من ان فلق قال ايه تلق انتنو تلق اسلاماو يهيقنو سعيد بن جبير الراحة تلق اس شهادات من عذاب من صدق لا زوجة ايه تلق السلق ان لانا افضل او اروا لا فهذا يحدث ماذا يقفون بشكل عامل سيحبه يقوله لماذا يسأل الله نسمع بشكل عرب ويحبه مجددا فهذا من أبدالله عمر يقوله يقوله إذهب ماذا يأتي تعتقد أنه في هذه الساعة أنه ليس حاجة حجومات وصف الصحة في هذه المقبلة يوجد رخها وقد قد تكون متجدت منه ما يحتجل من خدفات أصبحت فى نصبحت ما يكون مقبلًا فيها إذا كانت عديدة في عددا لن تلك الكثير من أن يحصل الى الطرص إلى مزادة والله أبو عبد الرحمن أبوآ الكثير من المتلائنا يفرقوا بينهما بمهكالاتجو اللي يترغغغموا سبحان الله ينتجاكي المجممرا قليل ببالال قالوا السندي بولطعيك يا الله ملكتن يا عندسو كمهالاتجين مستون حرام لا يوجد حرام مينيارا قال كتنقرم بطعم تلق نقر تنقر زم كالم تلق نقر زم على مينيش على اللطعيك نبيو صلى الله عليه وسلم ملسي سايساتو زم على اللطع كذيابه هالا تنشكو اييتو يا يتعيكو تنقركو انيو عقات مينو ميني مسلوة انيو كن انيهي هنقريتك الستبيني على الجو لا حولون اقوة الله بالله يهنن تاريك انيو راسو تكسطوا بينا والخجو الناس من لرق نبيو صلى الله عليه وسلم يهي يميلي يميلي قرآن يتمتل لها والذين يرمون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ان الذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء يهي سورة النور سيدستانيو انقصر يبتلي مسكر ساينورات يميلي قرآن يميلي قرآن يميلي قرآن يميلي قرآن مستخدم ثم فرق بينهما كذيامها لا اعجب وفي رواية قال وفي رواية قال ابن شهب فكانت تلك سنة المتلاعينين سنة المتلاعينين المفروضة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعينين ففي مجموع ذلك ثبوت الفرقة باللعان عند النت فطلقها ثلاثاً ملالا ليلة وأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتمه أو قتل قتلتمه وإن سكت سكت على غيذ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيذ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماها فأبت فلعنت فلما أدبرا أدبرا قال لعلها أنت جاء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا إنه لنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت به أسود جعدا لو أن رجولا وجده مع أمرأتي رجولا فتكلمه جلد تموه أو قتله قتل تموه أو سكت سكت على غيذا عاند واند كميس تقارال للاسيت بيا للاواند بياقين بيا ورا لتقرفوتنا مسكر يلهم بلاتشو لتقرفوتنا 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 ويدمو بيقل لتقرفوتنا زم كالا يمي بيت عمبا بس اتلاي وزم من ملو علنا اللهم افتحه وجعال يدعو الله فتهمت إياه لسلم فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسه فشهادت أربع شهادات بالله لو قلوا الله سبحانه وتعالى يلينك قبت يه سورة النور ستنعو عنك أصورده بس ايقزي يه 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 بيه ذلك الرجل من بين الناس بس ايقز مكاكل يه سوية يه وفتنا در سبت الله يتعبك أنه فجاء هو ومرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا السنة بالبيته ودا نبيه صلى الله عليه وسلم مته لتم ترقاق سوية وارات مسكر ونة يعني يالا يهوتنا سورة النور صلى الله عليه وسلم سورة النور سورة النور سورة النور سورة النور صلى الله عليه وسلم غيرهما والأكثرون على أنها نزلت بسبب هلال بن أمية والداعي لللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ويعجز عن كامة بينا فيجب عليه حد الكذف ثمانون جلده فيلاعن لدفعه فيقول عند الحاكم في ملأ من الناس أربع مرات ويتحرى لهما شرف الزمان والمكان أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانا من الزنا ويقول في الخامسة في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانه خمسة من غير التفات لما علمه بعلم الباطن ومن ثم قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا هشان فكان بعد ينسبو إلى أمه إهليج يأيتولدو لج بسون ببردنا وكان بعد أميرا بمصر لا يدرا من أبوه يسوي أباتو ما عنده نسعي التوك بناتو يتطر مصر نسك ماستدادر درس وعال يتطر بسوية شريك ابن سحماء ببلل عن محمد قال سألت أنس ابن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء وكان أخ البراء ابن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسروها فإن جاءت به أبيض سبطا أديء العينين فهو لهلال ابن أمية وإن جاءت به أكحال جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحال جعدا حمش الساقين أنا سمن مالك كنت يكواتش إلى المحمد وأنا ما أرا أن عنده منه علم أوقات دال لوس الله وقوين من علي أنس هلال ابن أمية مبال سوية مست بشريك ابن سحماء ترات ويمنجلات إيهي شريك ابن سحماء مبال يبرا ابن مالك ينات وقل مجناء واندمون أبا نمجمرا وقل إلا أمية مبال أمية مبال 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 وقل مبال مبال لذلك مبال مبال يكواتش مبال ويحوال ويحوال إلا إلا مبال انت مسلالك هلال الملك نو من قلت نبيه صلى الله عليه وسلم أكحل جعداً حمش الساقين كهوناك دقمو أرقاك عمتاتك سنسن شريك بن سحماني مسلال يهي ثترة ترى ترى تبتن ونجت مسلالك سبحان الله سوى اللر لجو حمش الساقين جعداً أكحلهن ومتا يثترة ترى ترى تبتن عرقال لش مالتنو عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت معاه رجلاً لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغير وأنا أغير منه والله أغير مني أبو هريرة سعد بن عبادة يا الله ملكتن يا هو يا لاتشو لو وجدت معاه رجلاً كم يستيق آره عندو اندباقين آرهات مسكر سكمامات أدرس من المالارقوم مالتنو آلاتشو آرهات مسكر سكمامات أدرس من المالتنو آلاتشو نبي صلى الله عليه وسلم قال 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 أن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسفحين عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحشة ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة ولا شخص أحب إليه المدحة من الله سبحان الله نبيه عليه الصلاة والسلام يهي كناتشا ونقر بتعم قرمات شوالي سعد كناتشا بتعم كناتن يانو سعد إنا يهي النن يهي كناتشا ونقر ندي ثارق بو نقل لزء التمل كتو عبد الملك بن عمير وراد الميبالية مغرثون شعباز أها في نبار سعد بن عبادة عندي هذا عندن وندي كميستيقارا باقينيو بسيفنا ممتاو من المسال من المسال من المسال بدن بنا ممتاو مالتونو متوالهين بسيف كورجنا ممتلو يمي لو لنبيه عليه الصلاة والسلام درساتشو أتعجبونا من غير من غيرتي سعد يسعدكناتشا أي قرماتشهم من المسال إن يدنمو كسعد يبلدكو كأنناتا ينينيو الله كني يبلدكو كأنناتا ينينيو من أجلي غيرتي الله الله لما كناتما حرم الفواحش زمت حرام أرقوان زمت يمي بالنقر كالكلوان سبحان الله أتعجبونا من غيرتي سعد فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرتي الله حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطل بي فاي مففص موتنم يتدبق موتنم يزم موتاين من أجل ذلك وعد الله الجنة جنتك القبط بالنقر يهي مغيرتي بن شعبه حديث بمسلم كما زقبهم ألفوا عبدالله بن الإمام أحمد السنة مباله واسعفات جولا يمس فوتان ايهي حديث يمي السمرو بتعام بزو السمرو تجعلو كنزيه مكاكل الله سبحانه وتعالى شخص بلوصف لا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل وهذا الحديث الصحي من الأحديث التي تتلقى بالقبول وتمرك ما جاءت وابلغ لما جاء في حديث أبي رزين رضي الله عنه من تلاك الشخص على الله تعالى ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث عُبَيْدُ اللَّهِ الْكَوَارِيرِ اللَّهِن شَخْصُ بُلْوَسَيِّمْ لَجَهْمِيَّ وَجْهُلُّ لَأَحْبَاشُوَجِّمْ أَهُنُ لَأَحْبَاشُوَجِّمْ كذي حديث يبلته مَا سْرَجَّاءُ وَهِمْ مِفَرُوتِ مَا النِّمِّكَ عَلِيَ اللَّمَّ الله سبحانه وتعالى شخص بَمِّل مَا وَصَفُنْي يَا مَلَكْتَالِ مَالَتْنَوْ صفات الله عز وجل أَلْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ أَتَعْجَبُونْ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي لا شخص أغير من الله إثبات صفات الشخص والغيرة لربنا جل شأنه حديث مِيَا مَلَكْتَالِ الله سبحانه وتعالى صفة الغيرة عليه إطلاق مَادرق لفظ الشخص يَيْهَدِث سَوَجْ عندان دي هادِث سوَجْ يَيْهَدِث سَوَجْتِ وَجْهُوَا نَقَوْلَهُ لَا شَخْص نَفْيُ مِنْ إِثْبَاتِ وَذَلِكَ يَقْتَدِي الْجِنْسِ كَقَوْلِكَ لَا رَجُلَ أَكْرَمِنْ زَيْدِ يَقْتَدِي عَنَّ زَيْدًا يَكَوْا عَلَيْهِ اسْمُ رَجُل لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ يَمِّي لَوْكَال شَخْص يَمِّي لَوْكَال كَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لَا يَمِّي مَادرق يَمِّي تشَالْمُهُنُ نَمْ يَمَلَكَتُو لَذِينَوْ بُخَارِي بَابُكَ أَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ بَامِّل يس BRISE لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهَ بَامِّل شَخْصَ مَعْلَتْ مِنْ بَامِّلْهَ شَخْصْ مَعْلَتْ سُبْحَانَ شَخْصْ يَمَّنَ Pvرًا يَمْنَ پَعِنَا يَعْلَىٓا نبي س Brand Ans technique الله س parameter with a man ليلو تشاجن عرى يقببهم يمي لنن يقببهم عبايد الله الكوارير يمي بالو سوية لجه مياو كذي حديث يبال لتا بدعام عدق يمي يصفرات شوية لم يمي لون ابن بطال أجماعة الوما على أن الله تعالى لا يوجز عن يصف به بأنه شخص ابن بطال يمي بال تلايو وأحد يسوية جنية شرها سوية الله شخص تبلغ يقلز ميا لون مفسهم بك أو مال فأين هذا الاجماع المزعوم ومن قاله سوى المتأثرين ببدعي أهل الكلام كالخطاب ابن فورك وابن بطال وعفى الله عننا وعنهم هل التنيو الله سبحانه وتعالى غير يغار بلو موصف الغيرة غيرة اللو بلو سبحان الله غيرة اللو بلو موصف أنده يتفك أدمهل اللو بغلت الميا سايو حديث معي تشارك يزاريون حديث زي لايناك ومعن لن أمي قطلو تمرتلايب أمي قطلو تحديث وشي لم تقناني تهم كان اسكزي ودرس لنهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستخذو على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عباد شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي وقال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناء بخيل شمس أسكنوا في الصلاة فأشعر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك